أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزائي المشاهدين خلوني أرحب في هذه الفقرة نجمة كبير كابتن محمد حشيش كابتن محمد كابتن محمد حبدأ مع حضرتك النهاردة بمباراة الأهل والمقاولين العرب وبعد كده برضو نتكلم عن كاس العالم ويعني حضرك لسه كنت بتقولي مباراة أسبانيا وألمانيا مباراة جمد جدا آه كانت لسه منفرق عليها برا انتهت واحد واحد انتهت واحد واحد آه متش جامد التعدل ده برضو خلى المجموعة لسه فيها كتير لسه فيها كلام آه لأن أسبانيا كده أربعة ألمانيا بونت اليابان ثلاثة كستاريكة ثلاثة طيب مهدراتي ألمانيا هتكسب كستاريكة يعني طبعاً ولو اليابان اتعدلت مع أسبانيا هتبقى أسبانيا عدت أسبانيا عدت واليابان وألمانيا ويلعبوا بقى مين اللي كسب المجادة المباشرة يطلع اليابان توصل اليابان يعني لو اتعدلوا لو اتعدلوا يعني لسه فيها ولسه المجميع كلها برضو فيها لسه لخبطة يعني آه يعني لسه فيها لخبطة كتيرة جداً ولكن خلينا نتكلم عن مباراة الأهلي والمؤلون العرب بشكل عامل أول يا كابتن شوفت هذه المباراة زي يعني كان متوقع أنه يبقى فيه أداء كده بعد فتر التوقف يعني أنا بقول ندي الأهلي الضرر من التوقف ده أكثر الأندية ضرراً طبعاً يعني القصة بقى إيه كل ثلاثة أيام ماتش إنما اللياقة فيها حاجة اسمها لياقة المباراة صحيح دي حاجة تانية لأن انت بتلعب تحت ضغط غير ما بتتمرن صح مع الفريق أو مع زميلك في التدريب يعني كذلك برضو يعني النواحي الفنية النواحي الفنية برضو المستوى الفني ما بيزيجي ألا بالمتشاط الرسمية ما بيجيش بالتدريب فيه تجانس التجانس برضو شفنا النهاردة يعني بسات كتير غلط فيه لعبة مش فيه استواها يعني أنا نهاردة تفاجئت برضو بديانج النقل من ديانج كور مقطوعة كتير ما هو تفاجئت خلي بالك أسلو ما هو برضو لما تيجي تنظر مش لديانج تحديداً لكن لأي لعب اللاعبين خلال الفترة اللي فاتت هو أنت كمدير فني الأول لازم تبقى محتار ما بين أنت لما تبتيجي تبص للجدول الفترة الشهر ونصف على شهرين اللي جايين هتلاقيهم إيه كل تلات أربعة تيام مباراة فعايز تخزن وقتالي عايز تخزن وأيضاً عايز تدي راحة صحيح فلازم توازن بين الاتنين ما بين الاتنين عشان كده أول حاجة حضرتك قلتها وهي طبعاً مزبوط مية في المية وهي أن إيه إن احنا كده كده عارفين إن المطش ده هيبقى عامل كده بس ما كناش خطقينه أفضل من كده شوية ولكن ده الشكل العام هو طبعاً الحمد لله إن النتيجة خلصت كده والأهل عدى الدور ده وده الغرض الأساسي في مطشات الكاس يعني أنت حتى وإنت كامل لياقتك وفي عز المستوى الفني مطشات الكاس بيبقى لها حسابات أخرى مش مضمونة سواء فريق كبير أو فريق صغير متبقاش يعني والمفاجآت فيها كتير المقولين طبعاً يعني ممكن يكون استغل الحتة دي قدام ناد الأهلي مش باكي على حاجة عايز يقدم أداء كواس قدام ناد الأهلي بلعب براحته بلعب على المرتدات أنا باخد على النادي الأهلي بس في بعض الأوقات من المباراة يعني أنت عندك مثلاً وقت من الوراء بعد ما أحرصت الهدف في الوضع الطبيعي إن دي بعد أحرص أي هدف بتبقى فيه خطورة إن أنت يحرص فيك الهدف مثلاً تاني فكان لازم يعمله نوع من أنواع الاستحواز يرتبوا الأوراق ما تستعجلش إنت جيبت هدف ظروفك إنت عارفها إن أنت جاي من راحة صح ما تبقاش عايز مصر بقى أن أنت تروح عشان تجيب اللي تاني لأ أنت كنت أمنت شوية هديت اللعب لأن طبعاً أكيد الفرقة التانية عشان زي بقول لك خروج مغلوب وفمتشات كاز لازم يجي لها نوع من أنواع الإحباط الإحباط هيجي بإيه؟ بإنك تستحوز على الكرة ما تدلوش فرصة إنه يقطع كرة ويهجمك عشان يحاول يتعادل والشوف تجوني التعادل جي بعد الهدف مباشرة صحيح فكان لازم أنت في الحتة دي نسل خبرات اللي في الملعب وناس كتير خبرات في الملعب أو من بره الجهاز يحاول إنه هو يعني يعمل عملية الاستحواز دي ويعمل نوع من أنواع التهدئة عشان برضو تحسباً الحتة دي وخصوصاً المؤولين بيلعب على المرتد ومن أول المباراة هو مش خايف هو ضغط عليك من أول المباراة وتزديدات على المرمة فكان النادي الأهلي طبعاً فيه نقطة كمان وهي عملية يعني عدم استغلال فرص لأن إحنا ممكن أول تلت ساعة أول تلت ساعة ده الماتش ده كان خلص 3-0 يعني تفاهم إزاي كنت خلصت وقتلت الماتش بلغة الكرة ولعبت بقى إيه؟ يعني اللعب اللي هو التجاري بعد كده أن أنت ما تتعبش نفسك أو أن أنت يعني تقدر برضو عملية الاستحواز زي بقولك عليها صح تبقى كاملة وما تحطش نفسك في مشكلة زي اللي حصلت أنت راجع من راحة نعم فأكيد حيبقى الوقت الإضافي الثالث والرابع بالنسبة ليك صعب شوية صح لأن اليقى لسه طبعاً ما اكتملتش صح فكنت معرض لقدر الله مثلاً لإصابات زي ما شفنا محمد أشرف في الآخر بيجيله كرامب في الخلفية ده برضو من الإجهاد وفيه طبعاً ماتش يعني كمل بس الشمحات بشيكة من الإجهاد غلط الكرة دي رائعة أفشة يعني بصراحة يعني هاي اللي ده حاطتها كمان الباص طبعاً يملاده برضو طبعاً كم لعيب طبعاً عمل له سروباس غير عادي حسام يمكن استعجل شوية فيها كان ممكن يسندها بس سندة واحدة كده لأن كمان لو تلاحظ في الجن لو جي الجن تاني أبو سعود حرس المقاولين طلع وقف وقف ونزل لتحت يعني بص يعني فكانت فرصة بيك هتممكن برضو تحرز منها بصنا احنا احنا تلت أهداف تقريباً بالزبط كده يعني الغد دلوقتي تلت أهداف هم اللي قدامنا واحنا بنتفرق كده في التلت ساعة الأول والماتشات دي يا إسلام كمان الماتشات دي بتخلص يعني الجن في التاني في ماتشات الكاسب التحديد خلص موت الماتش خلصت الماتش موت الماتش الماولين هيفتح بدل ما هو بيلعبك من وراء لأنه مش هيبكي على حاجة لأنه واحد زي اثنين زي ثلاثة صحيح خارج غير طبعا مبارات الدوري دي كمان فرصة برضو ايه ما أنا بقول لحضرتك أنا قلت ست فرص كنت جبت منهم اتنين خلص خلص الموضوع موضوع خلص فاحنا بنقول الحمد لله فتعندك مشكلة في إضاءة الفرص يا كابتن طبعا طبعا دي دي وبعدين برضو يعني لازم المشكلة دي تتحل إن شاء الله ايه واكيد الراجل طبعا يعني دونها لأنه طبعا كان وقف على الخط عمال يكتب في بعض الملاحظات أكيد الملاحظة دي مهمة جدا جدا لأن انت برضو ممكن تبقى في الدوري وممكن محتاج كرة زي دي مثلا في نهاية المباراة مع فرقة مثلا كبيرة فتقدر إن انت تحرز هدف صح يعني كمان الفراودة لازم تركز أكتر من كده لأن مش هجيلك في المطشاط أربع وخمس وست فرص إسلام مصبوط صح يعني هي فرصة والتانية بالكتير احنا شايفين طبعا يعني مباراة كاس العالم دروس كبيرة جدا في مباراة كاس العالم نعم الغلطة في نص الملعب بهدف تخيل مش قدام الجون مش قدام الجون صح يعني في نص الملعب لو حد من الديفنس المساكين ولا البكات باصة باصة غلط في نص الملعب وتقطعت بتبقى جون يعني 95% جون صح انت عندك شوف كور بالعرض هاي وكور يعني متشاطة ضيعة كل ده يعني انت بص كورة برضو غلطة في التمركز برضو بتاع ديفنس النادي الاهلي محمد هاني متأخر شوية في الجون لو هنشوفه تاني برضو تلعبت بالعرض بص الرجل ده الواحده خالص يعني الواحده خالص ووش رجون وبالنص الـ 18 فحطها سهل جدا والحية برضو عشان يعني يندي الحق الشناوي طبعا صعبة جدا على الشناوي الشناوي قريبة قوي وفي القايم وفي القايم ودخلف طبعا احنا مش عايزين لان لو تفتكر اسلام احنا سنة اللي فاتت خسرنا برضو الدولي واللي قابلها بكور اخطاء زي دي في الاخر بتضيع فرص كتير جدا جدا وتيجي في نهاية المباراة كورة خايبة زي بمسميها هدف وبتخسر منها تلاتة بونطة أو تخسر بونطين اثرت عليك طبعا طبعا في بطولة الدوري فاحنا عايزين الحاجات دي طبعا نبتدي يعني نصلحها وفرصة دلوقتي وانا اعتقد اعتقد يعني ايه ان دي بداية تانية يعني نادي الاهلي جاي جاي يعني المستوى هيبتدي طبعا يعلى بالمباراة التجانس هيبتدي مستوى اللعيبة سواء افراد او جماعي ناحية التجانس برضو من خلال المتشاط اللي جاية المستوى حيزيد ان شاء الله رأيك في التشكيل اللي بدأ بين نادي الاهلي يعني هو طبعا اكيد له حكم الراجل في التشكيل ده ممكن احنا نختلف يعني انا برضو من رأيي حتة حسام حسن هو نادي حطه ناحية المين وبعدين نرجع في الشوت التاني رح مغير بس هو قدر طاهر شبال وهو ايمين هو برضو قدر ليه لان احنا مثلا لما الراجل نزل كريم فؤاد وحطه جناح ايمان تمام كلنا استغربنا تمام وقلنا ايه اللي انتا بتعمله ده كلنا كريم فؤاد نجح نجاح باهر في هذا المكان احنا استحالة طبعا يعني مهما كان نفهم طبعا اكتر من الراجل حقيقة يعني يعني استحالة هنفهم زيه فهو اكيد له حكمة ويمكن عايز يصبر عليه في الحتة دي هو متخيل ان هو ممكن حسام يديله في الحتة دي اكتر لان انت لو لو بالمنطق العادي طب ما عندك احمد عبدالقادر برا مسان كان ممكن يعني انت فهم زيه فهو اكيد له ترتيبة معينة ما هو قال ايه بقى يا كابتن برضو في المؤتمر الصحفي عشان برضو يبقى متناسب مع الكلام اللي احنا بنقوله انه هو قال انه ما هو لا يريد في ضغط مباريات جاي زي ما قلت رحباتك فهو بيعمل تدوير من اول مباراة كويس ومعندوش استعداد لو يخسر لعيب دلوقتي يقعد شهرين لقدام طبعا طبعا يمكن هو السبب ده اللي هو مخلي التشكيل عمل كده سهي فرونو سايبه للشوت التاني بيرستاو انا كنت معتقد ان هو حيبتدي بقى يديله بعد الرجوع من الاصابة ما كانشي فرصة اه غريبة يعني انا قلت هيديله من البداية ياخد منه اللي هو عايزه فترة معينة وبعدين ممكن يسحبه فدي برضو لها حكمة عنده انما كلها لازم حاجات برضو احنا يعني بنتك عليها او بنقولها للناس برضو لانه هو اكيد له وجهة نظر فيها بس احنا كمشاهدين عاديين بنقول صحيح اللي تنضل بالتحديد المحترفين اللي عندك كان لازم يجهزه مثلا في مطش زي ده ده فوجة النظر الشخصية هو شايف حاجة تانية هو شايف ان هو يديهم مثلا الشوط التاني ممكن يكون اللي اخل بدنايا صحيح هو الاضرى بقى بك هو الاضرى بك هو هنا بقى بيقول ايه يا كابتن اجريت تغييرات في التشكيل بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة ولا اريد ان اخصر لعبا من اليوم بدأت التدوير بين اللاعبين وهو امر مهم بالنسبة بالنسبة الي مع ضغط المباريات الفترة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين يعني معنى كده ان هو جايز جدا او مش جايز اه ان احنا نجد هناك تغييرات ممكن يكون تشكيل مختلف خالص نعم ممكن هو يكون متطمن على ناس معينة فمخليها موجودة على الدكة وديها بس شوية في شوط التاني ممكن متخلال ان هو هيبدأ بيها مثلا المطشط اللي جاية فيه واحد عايز يقومه بمعنى الكلمة يعني النهاردة كويس ان هو سحب برضو السولية في شوط التاني مكنش برضو موفق خلي بالك برضو وده مش عزر يعني ان انت برضو فيه ركاز في النادي الاهلي دلوقتي غيبة زي محمد عبد المنعم وزي محمود بتولي وزي اكرم كمان لحة البكراي بيعمل شغل جامد يعني فيه بعض الناس برضو أساسيين غيبين ده مش تشكيك فيه طبعا الناس اللي كانت موجودة بالعكس احنا طول عمرنا بنقول ان ناس لعبة النادي الاهلي كلها مستوات متقربة واي حد بنزل في اي ظروف بيقدي فهو الراجل هو اللي شايفهم في الملعب وفي التمرين صحيح وممكن عده استراتيجية معينة صحيح عشان كده هو قال ايه على موضوع اقرب لان كل ناس تغربنا عدم وجود اقرب توفيق اوضح كولر ان اقرب توفيق تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في بداية العام الحالي وشارك مع الفريق ومع المنتخب في جميع المباريات صحيح ولكنه رفض المجاسفة بي لحماية له وان اللاعب جاهز للمشاركة ولكن كمدرب نظر الى مصلحة اللاعب اولا عبص ده فكر ممكن مجيش في دماغنا احنا صح احنا عايزين بص احنا بالنسبة لنا كجمهور دلوقتي عايزين بص كل الناس الاساسية والناس اللي انت حاسس انها بتكسبك والناس المستويات العالية انما هو بصص لحاجة تانية يعني بصص للاستمرارية انت ممكن زي ما هو بيقول لعبه النهاردة ويتصاب ويقعد لقدر الله فترة زي ما حصل قبل كده وتبقى خسرته بقى فترة كبيرة انما انت بتحي بديل ممكن انا كنت برضو متخيل بعض برضو الحاجات يعني كنت متخيل ان هو في الشط التاني ممكن يعمل تغييره من جوة ربيع ربيع ينزلوا مثلا مساك ويحدف محمد هاني ناحية البكريت ويطلع كريم قدام في الحتة اللي هو اجاد فيها فبرضو دي ما عملهاش برضو ممكن تكون نتيجة الحاجة معينة زي بقولك اهم حاجة في المباراة ان هي يعني خلصت على خير طبعا وصلت تعبونا عصابنا شوية من ضربات الجزاء اللي انت عارفت طول عم ضربات الجزاء 50-50 صحيح يعني مش ضامن احسن لعيبة في العالم بتضيع فبتبقى فرص متساوية بينك وبين الخصم عشان كده فيه فرق كثير جدا بتبقى مستميثة انها تخلص المباراة قبل الوقت ما يفعله صحيح لانه هو ده كان كلام برضو مارسيل كولر انه هو قال انه دايما نحب نخلص المباراة من بدري لو كنا جبنا هدف او اتنين من بدري كان الموضوع انتهت تماما وكانت الامور حتختلف وخلي بالك ومن المديرين الفانين اللي بيشتغلوا على ركلات الجزاء بشكل جيد صحيح في التمرين يعني باين ضربات الجزاء كله دخل بسقة وحطتها برغم انه بالصعود من الحراس اللي بيجدوا ضربات الجزاء انما النهاردة ما شاء الله طبعا يعني فرقت الناس دخل بسقة وبتحطها وبرضو عليهم ضغوط لان دي بطولة ولعيبة النادي الاهل مطالبة باي مباراة او اي بطولة لازم تحرز البطولة فبرضو كان عليهم ضغط الحقيقة فيه بعد هدف الاتعادل ووقت اضافي لقدرها ممكن يعني يجي فيه الجون تخرج من البطولة صحيح صحيح البطولة دي بتاعت السنة اللي فاتت وكل حاجة بس بطولة موجودة مفيش حاجة اسمها بتاعت السنة اللي فاتت من عشر سنين حتى احنا دلوقتي بالزبط كده مفيش حاجة البطولات دلوقتي كلها دخلت بعضها والنادي الاهلي يعني حريص على انه يحرص طبعا كل البطولات اللي داخلت فيها فيعني الحمد لله النهاردة ذكرى بطولة التسعة في تاريخ النادي الاهلي القضية ممكن دايما في كل جيل من الاجيال بتلاقي في بطولة كده بتبقى هي الأقرب إلى قلوب الجمهور يعني اعتقد اتنين وتمانين كانت البطولة الأقرب للجمهور في التمانينات للجمهور ولاي انا شخصية لان اول بطولة اشترك مع النادي الاهلي وكانت البداية انت عارف بتبقى واخدها السنتين مع بعض يعني بتبتدي في واحد وتمانين وتانين في اثنين وتمانين اه بسيبت بتحسي في اثنين وتمانين اه طبعا على النهاية بسيبتدت يعني من اواخر سنة واحد وتمانين انا لعبت كمان اول دور فيها لاشغال الصومالي كان عندي وقتها تسعتاش سنة فكانت حاجة بالنسبة لي كويسة او ان انا شارك في اول بطولة للنادي الاهلي افريقية كانت طبعا يعني بمثابت حاجة كبيرة جدا 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 للجمهور الجمهور النادي الاهلي والجيل عظيم توج بالبطولة دي وبعد فترة بالضبط بعد فترة كبيرة كنا ملناش سبب تأخرها لسبب لانه كان فيه سحابات وكان فيه ظروف سياسية تعرفها كانت بتخرجنا من البطولة فكانت اول بطولة مهمة وابتدت بعد كده تتولى البطولات صحيح يعني بعد كده اشتركنا كمان في ابطال الكاس واخدت مع النادي الاهلي تلت بطولات ابطال كاس واحتفظنا بمدى الحياة نعم واخدت معهم تاني واحدة ابطال فليها فرحة كبيرة وعايز اقولك ان الفرحة بقى بتاع القضية ممكن دي كانت بالنسبة لي لان انا بنفعل شوية مع المباريات يعني مش عايز اقولك انا ممكن في البيت تلمس السقف من الفرحة جون كان له فرحة كبيرة بطولة كبيرة من منافس لان البطولة من النادي الزمالك طبعا هذا نادي الكبير وعريق ولكن في نفس الوقت ايضا كان الاهلي بيتعرض للظروف خارج الملعب صعبة جدا صحيح صحيح ودي 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 الصعوبة ودي اللي زودت الفرحة اسلام مزبوط وحتى سير المباراة صحيح رايح جاي وشكل المباراة وشكل المباراة وتوقيت الهدف صحيح وهو ده اللي خلى الناس يعني انفعلات غير عادية وفرحة غير عادية طبعا ده فرحة ده فيديو منتشر على الفيسبوك وعلى مواقع التعاصل الاجتماعي فرحة الجماهير من الكاميرات اللي جواهة الأماكن ايوه نزلينه على على سوشال ميديا فطبعا تنتفرحة جديدة طبعا فرحة كبيرة جدا جمهور النادي الأهلي طبعا في كل مكان يعني هتلاقي المشهد ده مكرر بقى في كل أنحاء مصر صحاب المحلات بقى واللي قعد يتفرج واللي قرح بص بص واحد يزغط بص اللي بيبص الأرض وبتنطق يعني فرحة مش معقولة طبعا مش معقولة مش معقولة يعني انا بقولك اكيد بص ده بقى يعني طب دي بص في أماكن عامة ده محدش يعرف بقى اللي في البيوت بقى الناس عاملة ايه اه فتخيل على رأيك في البيوت البيوت ناس عاملة ايه اللي هو براحته بقى يعني انفعل براحته اه اه و اه وعايز اقولك كمان اسلام الشباب الماء اه يعني بص يا جبت شوف الدول العربية بقى كمان الفرحة كمان فيها لأن فرحة المكسب دي في البلاد العربية أكتر إما بتبقى أنت متغرب وبعيد عن النادي ومش قادر تروح النادي تفرح مع اللعيب وتفرح مع الجمهور بص الناس بتسجد اه طبعا طبعا كان هم اللعيبة يعني اه وده ده محلات ملابس ده واحد كان ايه داخل مفيش ملابس ولا حاجة ام أخيه الباب خلاص ام بي لا ده واحد كان الناس اللي دخل شتري بتفرج ده كان حد تقريبا داخل يشتري وخلاص بقى ايه خلاص الخمس ده دول يعني تخيل بص الناس عاملة ايه والفرحة عاملة ايه طبعا لا كان يوم جميل وسعيد على كل الاهلوية في العالم كله يعني صحيح مش في مصر يعني صحيح لا فرحة الجمهور احلى حاجة في الدنيا الحقيقة فرحة الجمهور طبعا فرحة الجمهور الاهلي يعني فرحة اه هذه اللحظات لن تنسى الحقيقة يعني لا يمكن في 2005 برضو يا كابتن حشيش في السفاقسي اه اعتقد كانت الهم كانت في كده ابو تريكا طبعا ابو تريكا الفرحة وتوقيت الجن وبعدين الجن جاي حلو يعني كرة طويلة من شادي شادي فلابيو متعب متعب فلابيو لابو تريكا احطها بشماله يعني يمكن ابو تريكا لو وقف الكرة دي واستله خلاص نوى ربنا عايزة يعني وتوقيتها طبعا صعب ما فيش فرصة للتعويض يعني الحقيقة المونديال ابتدأ يحلو هذه الايامة كابتن حشيش طبعا لازم في الاول برضو يعني طبعا قطر عاملة حاجات جميلة جدا استدات وتنظيم هايل بس للأسف طبعا المستوى الفني بتاع المنتخب غير المتوقع يعني أنا كنا متخيلين يبقى فيه مستوى احسن من كده بخصوص المستوى الفني المنتخب القطري لان هما طبعا يعني من اكتر المنتخبات اللي استعدت وركزت على الحدث ده أنا داخل ما فيش منتخب في العالم ضامن ان هو يدخل كاس العالم اللي جاي غيره هي هو ضامن مستعد بزبط كده أو من 12 سنة بزبط كده وعملت كل حاجة مع الفرقة فيعني نتمنى طبعا لهم يعني حتى لو ما صعدوش يبقى فيه نتائج كويسة الموتش الأخير شايفين المنتخبات العربية هاي لنهار ده منتخب المغرب عامل مباراة غير عادية مع بالجيتا يعني 2-0 أكتر من نيد مش 2-0 جات اعتباطا أو ما جاتش بلق لا يعني مقصودة ولعب وضغط وضياء وفرص فهيلين تونس عندها أحسن من كده يعني تونس الحياة عندها أحسن من كده السعودية طبعا رائعة يعني السعودية طبعا عاملة ماتشات غير عادية يعني فعلا ما كانتش الناس متوقعة القمة الشكل العام هل حدك شايف أن المنتخبات العربية أعطت للمنتخبات الأوروبية رسالة تحذير لما هو قدر مليون في المية لأن أول مرة أشوف المنتخبات العربية أكتر من ند مع الفرق الكبيرة مش مع مثلا فرق برضو ترتيبها متأخر لا مع يعني مثلا مع بلجيكا النهاردة مثلا المغرب بلجيكا مصنفة عاملين يعني اللي بتفرج ما عرفش مين المغرب ومين بلجيكا صحيح احنا مش عبق خلاص الموضوع بتاع زمان ده اللي هو نازل عشان أكسب الفرقة دي أو دي حصالت المجموعة زي زمان والكلام الفرق ده خلاص انتهى في نهضة كبيرة في المنتخبات العربية اللي بتدينا بقى إسلام حافز لمنتخب مصر والكلام ده احنا عايزين نقوله إن هو ما بيجيش من فراغ ومفيش حاجة بتيجي محد الصدفة مفيش يلا عندنا الأسبوع الجاي لأمم الأفريقية احنا مش عارف نكسب في التصفيات كده بالحظة أو بظروفة ونطلع ماينفعش ده انت لازم يعني أقصد الناس دي فكرت إنها تخش كاس العالم وتأدي في كاس العالم نظبوط يعني سابوا حتة التمسيل المشرف والقصص الفرغة أنا عايز أكسب أنا داخل عشان أنا نافس وأوصل لأبعد حد مغرب عاملين حجر من المنتخبات العربية اللي شايفوا الأوفر حظ أنا كابتن للسعود لدور الستة عشر المغرب 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 سعودية برضو طبعا يا رب نتمنى برضو من الفرق القوي جدا جدا ومجموعة قوية كبهة إنها من أفضل مدير فن يا كابتن عربي طبعا أنا شايف برونو طبعا مدرب السعودية بتاعب السعودية طبعا المدرب اسموه هيرفي رينار رينار عامل شغل كويس جدا مع الفرقة يعني بتلعب بتلعب مع الأرجنتين في بداية مبارياتك في كاس العالم إنت مش الآن والشط التاني إنت نازل تكسب يعني وشوفنا تغييراته وشوفنا تأثير فعلا المدرب الجيد في طريقة اللعب وفي التغييرات وفي إدارة المباراة من الخارج وفي شوفنا طبعا خانوات كبيرة أو كتيرة جابت طبعا المحاضرات بتاعته بين الشطين كان يعمل إزاي مع الفرقة بتاعته وتحفيز الفرقة بتاعته إزاي أنا مش جاي أهزر فيش حاجة صعبة ما فيش حاجة اسمها مستحيل لازم تأدي ولازم تماه ما كان الخصم اللي قدامك فإدى درس المنتقبات كتيرة بس أنا عايز أقول حاجة برضو يعني يعني من قارن الكاس العالم ده بالكوس العالم اللي هي من فترات طويلة شوية الحلوة مش موجودة بقت القصة في المباراة القوة بدني و تكتيكي بس بدني بشكل غير عادي انت بتشوف الفرقة فرقة مثلا بولندا فرقة دنمارك فرق يعني انت إيه البدني ده فيه فرقة تستحمل 90 دي أضغط يعني احنا هنا عندنا في مصر بنقسم شوية أو ربع ساعة وتريع شوية وتضغط في الشوت التاني لا 90 دي أضغط ده محتاج ناس وقفة على رجلها بشكل قوي جدا جدا وهنرجع نقول الكلام ده برضو مجاش من فراغ مش استعداد يوم والتين وثلاثة واللي أكتر من كده كمان ما بيجيش على مستوى الفرقة الكبيرة مستوى الصغيرين لازم يبقى فيه منظومة كاملة لازم يبقى فيه هدف كبير يبدأ من تحت لفوق عشان توصل انك تفرح زي ما السعودية فرحتنا وزي المغرب فرحونا واحنا كنا فترة من الفترات زمان احنا كنا احنا ركبين على المغرب وعلى تونس وعلى السعودية عايزين يعني يعني نرجع للأيام دي عايزين نبقى مصر موجودة في كاس عالم ما يبقاش منتخب صلاح بس وبعدين نرجع نقول ايه اصل صلاح بيقدي في ليفربول غير ما بيقدي في منتخب مصر نعم القصة مش كده خالص يا جماعة القصة 11 العيف في الملعب مش واحد بس او اتنين الفريق كله فريق متكامل صح والمساك لا يقل عن الراجل رأس الحرب عن البكريت عن الهطف يمين او الطرف يمين لأ منظومة كاملة محتاجة شغل كبير قوي مننا محتاجة شغل محتاجة استقرار محتاجة ناس تكون مخططة لقدام مش مخططة بس للفترة اللي هي عادة فيها وبعد كده الناس تيجي تبدأ من جديد لأ لازم يبقى فيه تخطيط مشروع كبير الدولة تتبنى ان شاء الله نبقى موجودين في كاس العالم اللي جاي بالشكل المناسب مش موجودين بس وخلاص يعني احنا الغد دلوقتي مش عايزين بس نشترك لأ مش عايز ما بس نشترك هنشترك زي ما اشتركنا بعد 28 سنة في روسيا كاس العالم اللي فات وقبى برضو شكلنا كده ما ينفعش احنا عايزين نتفرج على منتخب مصري قوي زي اللي كان موجود في كاس القراط من فترة كبيرة وابهر العالم كله بالأداء وبالمكس انا بشكرك جدا يا كابتل حش على وجودك معنا يعني دايما بنستمتع وجودك معنا شكرا جزيلا